السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا بيكم انا مستر محمود فؤاد والنهاردة ان شاء الله معدنا مع درس جديد من دروس تأسيس فونيكس صوتيات ويجرامر الانجلش ونا انتهينا من دراسة يونت 1 هنبدأ مع بعض يونت 2 النهاردة زي ما اتفعلنا احنا بنشتغل على تأسيس الصوتيات هناخد اصوات الحروف وهاخد الشورت فاولز واللونج فاولز وكل اصوات الانجلش اللي هتساعدني اعمل ريدينج بشكل كويس تمام في نفس الوقت هاخد اساسيات الجرامر بتاع الانجلش هنشتغل على الجمل هنحلل الجمل هعرف البورتس في الاسبيتش اكزاء الكلام اللي موجود عندي في الجمل ازاي اعمل نيجاتيف زي ان في الجمل وازاي اكون اسئلة ونقط جرامر مهمة جدا 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 هتساعدني اتعامل مع الانجلش بسهولة تمام خلينا نبدأ مع بعض unit 2 هتكلم على الحروف letters d e f خلينا نعمل listening الاول لletter d ونرجع ندرس كلمات letter d اهم الصوتيات اللي فيها وكمان اهم نوعات الجرامر يرابينا نعمل listening page 12 unit 2 d e f the letter d a listen and repeat hello i'm a dizzy dog This is the D sound. This is the letter D. D, D, Dizzy dog. D, D, Dizzy dog. What's the beginning sound? D. What letter is this? D. We're going to share with you some more letter D. As we heard letter D, let's see letter D. What is consonant? Consonant. What is it? Sakin or vowel? Or is it? It's the letter D. Consonant. Consonant. How many sounds in English? One sound. It's one sound. One sound. Which is the sound. Now we're going to call it Daisy. Daisy dog. Daisy dog. Daisy means the word. Okay? When we're talking about the words of speech, بتاعت الجملة دي يعني الجملة دي او الكلمة دي نوعها ايه الكلمة دي نوعها ادجكتف ادجكتف يعني صفة نقطة مهمة جدا عرفها طبعا زي ما اتفقنا في الدرس اللي فات ان الادجكتف الصفة بتوصف الاسم اللي هو هنا في اللي عندي هتبقى دج ده طبعا نون وصفناه بانه هو تمام طيب النون هنا سنجلر ولا بلورال هو هنا سنجلر مفرد طب المفرد في الانجلش مفرد في الانجلش حاجة واحدة اللي بعد الواحد في الانجلش تسموه بلورال طيب السنجلر هنا لازم ياخد اداء ا او ان طب ايه هم الارتكلز نرجع مع بعض ايه هي الارتكلز بتاعت الانجلش A and The A and The طيب يبقى أنا dog هياخد article بتاعتي اللي هي a dog بس طبعا أنا عايز أحط article دي في اللي قدامي ده لازم أجيب article قبل adjective يبقى لو النون تمام لو النون singular قبل adjective بحط الارتكل بتاعة النون قبل adjective ودي أول معلومة grammar يبقى في الديئتين تلاتة اللي عدوا دول احنا خدنا مجموعة معلومات مهمة جدا عرفنا يعني E consonant اللي هو الساكن وهما 21 letters 21 حرف في الإنجلش الفوالز في الإنجلش هما الخمس 5 vowels اللي هما A A I O U تمام عرفنا أن letter دي واحد من consonants عند one sound عرفنا في حاجة في الإنجلش اسمها adjective صفة صفة بتوصف الاسم وهتيجي قبله النون في الإنجلش الاسم في الإنجلش هو naming word يعني كلمة بتسمي حاجة هنا كلمة dog ده noun وبالتحديد noun لأنيمل خلاص عرفنا يعني singular مفرد ده واحد في الإنجلش هو plural في الإنجلش more than one أكتر من واحد في الإنجلش بسمي بسمي plural تمام عرفنا كمان إن singular noun بياخد article a أو an معلومات مهمة جدا طبعا ال a هتيجي قبل الاسم المفرد اللي هيبدأ به second consonant والآن هتيجي قبل الاسم المفرد اللي هيبدأ به vowel متحرك ال a والآن مع ذا بسميهم articles أدوات اتفقنا اوكي يلا بنا ناخد معلومات جديدة خلينا نعمل listening ل الكلمات بتاعة letter d ونرجع نكمل مع بعض page 12 b listen point and repeat one dog 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 two desk 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 three doll 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 four duck 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 دعونا نرى dog هنا في o desk a e doll duck 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 u أمني ندرس مع بعض كده حاليا ان o short o vowels في الانجلش عندهم two sounds one short one long short one long short تمام بانطق short لو الفول جيه between two consonant sounds لو ما بين ساكنين هينطق short زي كلمة duck هنا desk علي ان ال e هنا short e doll علي ان ال o هنا short o او الدق هنا هتبقى short u short u short u اه اه احنا تعرفنا على ثلاث اصوات short e a short o مهم معلومة جدا مهمة جدا السي مع الكهي هتديني الكه ساوند ممكن يعمله السي الواحده وممكن يعمله الكهي الواحده وممكن تعمله السي مع الكهي الكلمات اللي قدامي اللي هي dog هل الكلمات دي مفرد ولا جمع الكلمات دي طبعا طبعا زي ما اتفقنا ان هاياخد او او ان الكلمات دي هتاخد اي ولا ان الكلمات دي هتاخد اي لان هي بدأ بال والدي طب انا عايز اعملهم بلورال هعمل اي هنا اتفقنا ان البلورال دا في الانجلش هو more than one more than one اكتر من واحد طيب ابسط طريقة هعمل بيها البلورال ان انا هضيف s just add s ضيف s على النون هيديك البلورال بتاعك يبقى dog dogs desk desks dolls duck ducks اوكي البيج الا بعد كده بتعرفني ازاي اكتب letter d والletter d لو انا عندي السطرين بتوعهم هكتبوا بالطريقة دي number one two one two ممكن كمان واحد كده سيب قالي ما وطلع يجيب الدارة بين السطرين تمام دي طريقة كتابة letter d exercise d يقولي which one begins with the d sound listen and circle حامل listening دلوقتي تمام 17 حاسمع وحامل circle على الكلمات اللي هتبدأ ب letter d page 13 d which one begins with the d sound listen and circle 1 computer computer ant ant doll doll bird bird 2 desk desk banana 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 apple 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 cup 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 3 bed 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 dog 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 moon cat cat alligator 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 four axe ax ax bear 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 car 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 duck 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 let's let's write the words exercise with each with each one and we'll do revision on the unit the unit that good if you have the number one number one okay the word computer 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 you can put your t here it's compact and I call it American accent and I call it flap t flap t دي تي between two vowels ستضع دي خفيفة computer وبعد ذلك عندي 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 كلمة دي bird bird طبعا الكلمة هنا اللي بدأ بالده sound هي كلمة do number two طبعا دي اكسرسايز زيادة مني علشان نعمل revision على كلمات اليونت اللي فات طبعا اول كلمة كانت desk desk تاني كلمة اللي هي banana banana عندي تالت كلمة apple apple وبعد ذلك عندي cup طبعا الكلمة اللي هتبدأ بالده sound هي كلمة desk number three and the and the b e d with the short e bed and the dog and the cat short a a cat and the alligator 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 okay وهي برضو نفس الفكرة alligator ال t هنا هتنطق d خفيفة هالي وطبعا كلمة اللي هنا اللي بدأت ب the sound الكلمة هنا هي كلمة dog هنا اروح لي number four عندي x كلمة تانية كلمة bear car ثالثة عندي car الربعة عندي duck وطبعا الكلمة اللي بدأت ب the sound هنا هي كلمة duck duck يلا بنا نروح مع بعض ل letter e نتكلم عن letter e في البداية وحنقول in letter e هل هو consonant consonant ولا vowel بالتأكيد letter e is a vowel متحرك تمام؟ المتحرك عنده two sounds يعني صوتين اسمهم ايه الصوتين دول اسمهم short we long short we long اتفقنا اوكي short e تنطق a long e هتنطق e خلي بالنا زي ما اتفقنا قبل كده ان long vowel هينطق ازاي النيم بتاعه خلينا نبدأ مع بعض نسمع exercise a listen and repeat ونرجع نكمل شرح page 14 the letter e a listen and repeat hi i'm an energetic egg e e e e this is the e sound this is the letter e e e e energetic egg e e e energetic egg what's the beginning sound e what letter is this e e e طيب سمعنا e هنا سمعنا energetic egg energetic egg egg طيب خلي بنا في نقطة هنا مهمة كلمة energetic كان اصل الكلمة energy 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 اللي هي الطاقة تمام energy energetic ال ic اللي في نهاية الكلمة دي دي واحدة من suffixes suffix طيب مستر محمود هو يعني ايه suffix suffix ده مقطع في نهاية the end of the word في نهاية الكلمة علشان يديني معنى تاني يعني مثلا er واحدة من suffixes لما اقول مثلا teach the verb معناه يدرس لما زود er هتبع teacher يبقى عملتلي الفاعل بتاع الفعل ده يبقى er هنا انا بسميها suffix يبقى suffix ده مقطع في نهاية الكلمة طيب في مقطع بيجي في بداية الكلمة والمقطع ده اسمه prefix يبقى المقاطع اللي بتيجي قبل الكلمة اسمها prefix زي كلمة مثلا happy سعيد لو عايز اقول غير سعيد هضيف مقطع on قبل الكلمة والمقطع اللي انا ضيفته ده واحد من prefix يبقى prefix ده مقطع قبل الكلمة بيغير معنى الكلمة او بيزود لي معنى معين ل الكلمة تمام؟ اخدنا النهاردة الفارق ما بين prefix اللي هو المقطع لقبل الكلمة والصفكس اللي هو المقطع اللي بيجي في نحية الكلمة علشان يغير معنى الكلمة اوكي هنا طبعا الايج دي طبعا دي اجكتف الايج و الايج نعم تمام؟ لو الايج لوحدها لان هي سينجلر هتاخد الايج بس هي هنا معها اجكتف يبقى حط الايجكتف قبل الايج الايجكتف عشان كده هيبقى اسمها انرجاتيك ايج انرجاتيك ايج اوكي يلا بينا نسمع كلمات letter A ونشرحهم بالتفصيل ونقول نقاط الفونيكس اللي موجودة في الكلمات يلا بينا نسمع عينك على الكلمات page 14 b listen point and repeat one egg 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 two elbow 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 three envelope 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 four elephant 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 Bow Elbow له الكوع كلمة التانية In the loop له الظرف واخر كلمة Elephant طيب انا حكتب بنون مختلف نقط الفونيكس اللي انا حابب نعرفها طبعا ايج هنا في short e زي ما هو موجود في كلمة elbow بس elbow هنا ال o مع ال w هتديني حاجة اسمها long o والlong o هينطق زي اسم حرف ال o elbow envelope low o p e ال e اللي في النهاية دي ال e اللي في نهاية الكلمة دي نقطة فونيكس مهمة جدا في نهاية الكلمة لو قابليها consonant حرف ساكت وقابلي vowel الفول ده حيبقى long يعني ايه حيبقى long يعني حينطق زي ال name بتاعه يعني long a هينطق a long e هينطق e long i هينطق i long o هينطق o long u هينطق u أو u u u أو u long u الوحيد في long vowels انه عنده two sounds اما u أو u اما u أو u طيب elephant نقطة مهمة جدا وهي ان ال p مع ال h حيدوني الف sound elephant elephant نرجع نتكلم عن الجرامر وهيقول الكلمات دي هل هي singular هل هي مفرد ولا plural ولا جمع كلمات دي طبعا singular طالما singular ياخد article ياخد a أو an ال a قبل السكن والان قبل المتحرك كلمات دي بدأ بال e كلها يبقى هتاخد an an egg an elbow an envelope an elephant لما نيجي نعمل plural زي ما اتفقنا هنكتب الكلمات زي ما هي egg l bow n v globe elephant طيب حشان نعمل plural زي ما اتفقنا انا just add s اضيف s بس بس بأ eggs elbows envelopes elephants okay just add s بس هنضيف s على النون علشان اخلي plural okay طيب الكلمات بتاعت letter ازاي باكتب letter e باكتبه زي ما احنا شايفين one two three four وال e small هتبقى بين الصطرين بالضبط بالطريقة دي okay طيب exercise d listen then write e or cross it out مطلوب مني هنا هعمل listening لو الكلمة اللي أنا سمعتها number one بدأ letter e okay يبقى انا هكتب حرف l e لو هي مش بدأ ب letter e يبقى انا هعمل x عليها تمام لو نقدر نعمل listening والكلمة اللي بدأ والكلمات دي the eight words نقدر نكتبهم كاملين ونبعتهم على group بتاع whatsapp او في التعليقات تحت الفيديو يبقى اوكي تمام هسيب قدرات يتعملوا listening ويتحلوا الاكسرسايز page 15 d listen then write e or cross it out one duck duck two elbow elbow three egg 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 four axe axe five elephant 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 six desk desk seven computer 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 eight envelope 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 اوكي تمام خلينا ننقل على exercise e listen and chant حنسمع ونغني اوكي يرلى listen page 15 e listen and chant egg e egg e egg e e e e egg Blu elefant 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 egg envelope elephant egg envelope elephant egg اشتركوا في القناة يربينا ننقل على التر الى بعد كده وهو التر اف التر اف اف هل التر اف ده كونسننت كونسننت ولا فاول هل ساكن ولا متحرك ده كونسننت عنده كم ساون؟ عنده صوت واحد عنده صوت واحد which is ف ساون فا ساون فا ساون فا ساون فا ساون فا ساون this is the letter F فر ف فني فش ف فني فش What's the beginning sound? ف What letter is this? F طيب زي ما سمعنا دلوقتي سمعنا فني فش فني ف هنا شورت فني الفينال هنا هتديني صوت اسمه لونغ إ فني فش فني فش الـ هنا هتديني ش ش فني فش طيب كلمة فني دي زي ما ادفعنا هي كلمة كلمة صفة وصفتي النون اللي هو فش ما كان الصفة وصفة من الموقع الماضي بتاعي was where طب هي was ولا was اللي اتنين صح الجماعة الامريكان بيقول عليها was الجماعة البيتش بيقول عليها was مش هنختلف طيب كلمة fish طبعا دي singular هتاخد article هتاخد a fish بس طبعا عشان هنا الكلمة جاء معها adjective يبقى article هتروح قبل ال adjective ودي نقطة مهمة جدا 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 خلينا نروح لي exercise b listen, استمع, point, shower and repeat وكرر يا لبينا page 16 b listen, point and repeat one fish 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 two fan 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 three farm 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 four fork 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 خلينا نشوف كلمات letter f خلينا نرجع لكلمات letter f خلينا نشرح مع بعض كلمات letter f اللي احنا سمعناها اول كلمة كانت اركز بها معي عشان فيه نقطة grammar مهمة جدا 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 هنشرحها دلوقتي عندي fish and the fish and the fan okay one the farm okay farm find the full work okay 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 صوت هنا fish 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 هنا fan 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 صوت هنا farm a farm صوت هنا fork or or okay يارا بنا كلمات بتاعتها هنا singular ولا plural يارا نشتغل grammar كلمات singular ولا plural ولا ولا جمع كلمات هنا singular singular في الانجليش ياخد a أو an كلمات دي هتأخد a لان هي بدأ بالف والف consonant a fish a fan a form a fork اتفقنا يلا بينا نشوف ال plural يلا fish هنكتب الكلمات زي ما هي عندي fork طيب هتفقنا ال plural انا بزود s هزود s هنا s على form تبقى forms s هزود s على fork بس خلي بالك ان كلمة fish الجامعة بتاعها fish زي ما هي طيب الجامعة هنا زي ما هي انا مضفتش s ولا es ولا ies ولا ies ولا ies طيب ده بسميه ايه في الانجليش لو انا ضفت s e s i e s مثلا ل l singular عشان يبقى plural يبقى ده بسميه regular plural ده منتظم عايز احفظ كلمة regular يعني منتظم لان هستخدمها كمان في verbs الأفعال في adverbs اوكي يبقى ده regular plural طيب فيش انا بسميها ايه هي ما مشيتش على القاعدة بتاعتي فحيبقى اسمها irregular plural ده جمع شهز تمام؟ السؤال هنا هل ما فيش حاجة اسمها fishes لا في حاجة اسمها fishes بس لو انا بتكلم عن مجموعات مختلفة different kinds مجموعات مختلفة من الأسماك تمام؟ ولكن سمكة جمعها أسماك تبقى a fish 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 تمام؟ فيه أمثلة هل عندي أمثلة ل irregular plural عندي أمثلة عندي أمان الجامعة بتاعها من يعني رجل a woman الجامعة بتاعها و و من هنطب صحة بتاع الكلمة دي women و من مش و من و من طيب a foot اللي هي القدم الجامعة feet a goose الجامعة بتاعي geese اللي هي الوزة a child طفل الجامعة children children a mouse الجامعة بتاعي mice a sheep اللي هو الخروف الجامعة بتاعي sheep زي ما هي اخذنا بعض الأمثلة المهمة جدا ل irregular plural تمام خلينا طريق كتابة letter f one one two three one two exercise دي طبعا هعمل match وهكتب ما فوقش مشكلة exercise e عايزني أعمل listening و chant وخلي بالك بعد listening هنشرح نقاط grammar مهمة جدا يلا نعمل listening page 17 e listen and chant نعمل ف-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر it is a form ترجمة نانسي قنقر 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 form دي صيغة كاملة أو complete form دي صيغة كاملة طب أنا عايز أعمل اختصار بقى فحقول it isn't يبقى isn't دي بسميها الصيغة المختصرة يبقى is not اختصارها isn't لها كمان اسم تاني اسمها short form أو contraction contraction اللي هو الاختصار طيب لو أنا عايز أعمل الجملة دي yes or no question سؤال إجابته yes or no سؤال معناه هل أعملها ازاي معلومة مهمة جدا هتساعدني في الجرامر بشكل كبير ركز معي و اكتب معي لو عندي جملة فيها verb to be جملة فيها verb to be وأنا عايز أعملها yes or no question هبدأ بالverb to be وبعدين subject وبفاعل وبعد نكمل وبعدين نكمل وبعدين هقول هنا ايه it is هقول is it a for no يبقى الإجابة هتبقى yes واحط subject pronoun اللي أنا سألت به أو subject pronoun بتاع الجملة اللي هو الفاعل يعني ضمير الفاعل وأنا سألت به ال is هجاوب is عايز أقول no هتبقى no بعد يسو no لازم comma no it is no it isn't أوكي تمام لو عايز أعمل wh question سؤال بأداة استفهام ده تكوينه أداة الاستفهام بعدين ال helping verb بتاعه مساعد وبعدين subject لو فيه verb أوكي ما فيش بحط الموجود عندي تمام يبقى هنا هقول what is it what is it it's a form it's a form أوكي ده كلام من نوع grammar مهمة جدا 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 وقيمة جدا 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 تمام خلينا exercise a which ones begin with the same sound أنهي واحدة من دول بدئين بنفس الصوت form egg desk dog حيبا عندي طبعا desk و dog number two عندي fork duck okay وعندي elephant وعندي fan فهتبقى الفورك والفان the same sound عندي number three dull envelope و الفش والألبو حيبا envelope وحيبا 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 exercise b listen and circle تعالوا مع بعضنا من listening exercise e 26 نعمل listening وي نعمل the letters d d e f b listen and circle one farm farm two duck 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 three elephant elephant number one عندي طبعا form هتبدأ بletter f number two duck letter d number three elephant letter e exercise c listen and write هنسمع ونكتب الحرفة أو ممكن نكتب الكلمة ونبعثها على الجروب exercise c أو في تعليقات أسفل الفيديو يالا بينا نعمل listening 27 page 18 listen and write listen and write one egg egg two fan fan three doll doll four elbow 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 one 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 شرحنا نوات جرامر كتير جدا ومهمة أهم حاجة نوات الفونيكس نوات الجرامر اللي احنا شرحناها نكتبها في كراسة ونذكرها كويس جدا هشوفك على خير في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته